ثانيا المعادلات من الدرجة الثانية في متغير 1 المعادلات من الدرجة الثانية تسمى المعادلات التربعية وذلك لأن قوة المتغير المستقيل في المعادلة هي الدرجة الثانية أو هي معادلة أكبر أس أو قوة المتغير المجهول فيها يساوي 2 والصورة العامة لهذه المعادلة هي AX تربية زائد BX زائد C يساوي 0 حيث A وB وC سوابت وA لا تساوي 0 يمكن حل المعادلات من الدرجة الثانية بإحدى الطرق الآتية أولا طريقة التحليل يمكن الحصول على حل المعادلة من الدرجة الثانية أو المعادلة التربعية حل المعادلة يعني الحصول على جزري المعادلة بطريقة التحليل وذلك عن طريق تحليل المعادلة إلى عاملها الأولية بالخطوات الآتية الخطوة الأولى التخلص من الأقواس أو الكسور إن وجدت يعني التخلص من الأقواس أو الكسور يتم التخلص من الكسور بالتخلص من مقامتها لتبسيط المعادلة اتنين إذا لم تكن معادلة معادلة صفرية يتم جعلها اتنين عادة اتنين إذا لم تكن معادلة معادلة صفرية يتم جعلها معادلة صفرية لكي تكون في الصورة العامة للمعادلة من الدرجة الثانية وهي AX تربية زائد BX زائد C تسوى صفر رقم 3 تحليل جانب الأيصر إلى عاملين في صورة حاصل ضرب رقم 4 مساواة القس الأول بالصفر والقس الثاني بالصفر لنحصل على جزري المعادلة ويلاحظ الآتي عند تحليل المعادلات من الدرجة الثانية في متغير واحد أولا إشارتي جزري المعادلة تتفقان إذا كانت إشارة الحد المطلق مجابة أي سالبتان أو مجابتان على حسب إشارة الحد الأوسط بمعنى إذا كان لدينا المعادلة X تربية زائد X زائد 2 سوى صفر نجد أن إشارة الحد المطلق مجابة وإشارة الحد الأوسط مجابة أيضا وبالتالي تكون الإشارتان متفقتان أي مجابتان XX أما إذا كانت المعادلة X تربية ناقص X زائد 2 سوى صفر بمعنى إشارة الحد المطلق مجابة ولكن إشارة الحد الأوسط سالبة تكون الإشارتان أيضا متفقتان ولكن سالبتان هكذا ثانيا إشارتان جزراء المعادلة تختلفان إذا كانت إشارة الحد المطلق سالبة أي تكون الإشارتان إحدهما سالب والأخرى مجابة أو العكس والعدد الأكبر يأخذ إشارة الحد الأوسط بمعنى إذا كانت المعادلة X تربية زائد X ناقص 2 سوى صفر فإن الإشارتان تكون مختلفتان إحدهما مجاب والأخرى إحدهما مجاب والأخرى سالب والمثال التالي يوضح ذلك حل المعادلات الآتية بطريقة التحليل المعادلة الأولى X تربية زائد 8X زائد 12 سوى صفر المعادلة الثانية X تربية ناقص 2X زائد 1 سوى صفر المعادلة الثالثة X تربية زائد 2X ناقص 15 سوى صفر المعادلة الرابعة 2X زائد 3 مضروة في 3X ناقص 1 سوى صفر من الحل المعادلة آلف X تربية زائد 8X زائد 12 سوى صفر يتم تحليل الطرف الأيسر إلى عاملين هكذا نجد X X وننظر إلى إشارة الحد المطلق مجابة وبالتالي الحد الأوسط مجابة فتكون الإشارتين مجابتين وحاصل ضرب 12 اللي هو 2 في 6 وبالتالي تكون العوامل هي أو العاملين هي X زائد 2 في X زائد 6 يساوي صفر أي يتم مساواة القوس الأول اللي هو X زائد 2 بصفر ومنها X ساوي صفر 2 ثم مساواة القوس الثاني اللي هو X زائد 6 بصفر أيضاً ومنها X ساوي صفر 6 وبالتالي فإن جزال المعادلة أو حل المعادلة هو X ساوي صفر 2 أو X ساوي صفر 6 وبالتالي تكون الإشارتين متفقتين هكذا على حسب إشارة الحد الأوسط X X سالب سالب ثم حاصل ضرب الحد المطلق 1 في 1 أي العاملين هو X نقص 1 في X نقص 1 تساوي صفر ثم مساواة القوس الأول بصفر X نقص 1 تساوي صفر ومنها X تساوي واحد والقوس الثاني أيضاً بصفر X نقص 1 تساوي صفر ومنها X تساوي واحد وبالتالي فإن جزال المعادلة أو حل المعادلة هما X تساوي واحد وX تساوي واحد أي أن جزال المعادلة متساويان المعادلة جيم X تربيع زائد 2X نقص 15 تساوي صفر بالنظر إلى إشارة الحد المطلق نجدها سالبة وبالتالي فإن الإشارتين تكون مختلفتين X X دومة سالبة والأخرى مجابة والأكبر يأخذ إشارة الحد الأوسط وبالتالي حاصل ضرب 15 هو 3 في 5 الأكبر هو 5 يأخذ إشارة الحد الأوسط مجاب 5 و3 تأخذ سالب وبالتالي العاملين أو تحليل الطرف الأيسر للعاملين هما X نقص 3 وX زائد 5 تساوي صفر بمساوات X نقص 3 تساوي صفر ومنها X تساوي ثلاثة ومساوات X زائد 5 بصفر ومنها X تساوي سالب 5 أي أن حل المعادلة أو جزالة المعادلة هما X تساوي ثلاثة وX تساوي سالب 5 المعادلة الرابعة 2X زائد 3 3X نقص 1 تساوي سالب 4 الطرف الأيسر حاصل ضرب قسين يجب التخلص من القسين أولا نقوم بضرب 2X في 3X ثم ضرب 2X في سالب 1 ثم نقوم بضرب 3 في 3X و3 في سالب 1 أيضا لنضع المعادلة على الصورة X تربيع زائد بX زائد C تساوي صفر نقوم بضرب 2X في 3X تساوي 6X تربيع 2X في سالب 1 يبقى سالب 2X زائد 3 في 3X مجب 9X و3 في سالب 1 وسالب 3 يساوي سالب 4 ثم نقوم بجمع الحدود المتشابهة X تربيع حد ليس لو شبيه يؤخذ كما هو 6X تربيع سالب 2X زائد 9X سالب 7X سالب 3 يساوي سالب 4 نقوم بجمع المعادلة الصفرية بنقل سالب 4 إلى الطرف الأيمن بعكس الإشارة نتصبح 6X تربيع زائد 7X ناقص 3 زائد 4 يساوي 0 وبالتالي نحصل على المعادلة 6X تربيع زائد 7X زائد 1 يساوي 0 نقوم بالتحليل لهذه المعادلة حيث الصورة المعادلة صورة المعادلة التربائية ننظر إلى الطرف ننظر إلى إشارة الحد المطلخ نجدها إشارة مجابة وإشارة الحد الأوسط أيضا إشارة مجابة وبالتالي تكون الإشارتان متفقتان أي مجابتان على حسب إشارة الحد الأوسط ثم نقوم بتحليل الحد الأول 6X تربيع إلى عاملين هما 6X وX 6X في X 6X تربيع ثم نقوم بتحليل العامل أو الحد المطلق هو 1 في 1 وبالتالي يكون تحليل الطرف الأيصر عبارة عن 6X زائد 1 في X زائد 1 يساوي 0 6X زائد 1 يساوي 0 ومنها X تساوي سالب 1 على 6 X زائد 1 يساوي 0 ومنها X تساوي سالب 1 أي أن حل المعادلة أو جزالة المعادلة هما X تساوي سالب 1 على 6 وX تساوي سالب 1